بيكون بعض الناس بتربط ما بين الأجازة والعزلة أيهما أصح أن الإنسان يعزل نفسه في الأجازة أو أنه يخرج ومش لازم تكون الأجازة طويلة يعني أي أجازة حتى الأجازة الأسبوعية أنه ينزل يخرج مع أصحابه ويقعد على القهوة ويتكلم مع ناس وتليفونات ويقعد مع قريبه ويزور أهله قريبه وكده أو أن العزلة تكون أفضل بالنسبة لبعض الناس الأصح النفسي أنا هي محتاجة إيه زي ما قلنا كل واحد ظروفه مختلفة عن التاني واحد أساساً طول الأسبوع عنده شغل كتير ما لحقش ينام ياخد كفاية من النوم ما جيش بقى أضغط عليه وأقوله أنت لازم تخرج ما هو أساساً جسمه محتاج نوم فهنا الأصح لي لو أضى اليوم كله نوم إحنا نقوله برافو عليك أن أنت قدر تتحدد جسمك ونفسيتك محتاجة إيه لو عمل ده يقوم فائق واحد تاني ما بيشوفش أمه طول الأسبوع وبيحبها وحشته فلو أضى اليوم كله مع أمه نقوله برافو عليك طب لو عارف يشوفها ساعة وعارف يعمل حاجات تانية معاها وهو كده سعيد وهو كده مبصوم قسم اليوم بتاعه برافو عليك برضو ما هو على حسب صح أنت الشطارة في الأجازات أن تقدر حضرتك تحدد نفسيتك وجسمك محتاج إيه أعرفها إزاي بالتجربة يعني أنا مثلا أجرب أن أنا لو نمت هقوم حاسس بإيه الإسبوع ده طب لو أنا قايم فعلا عندي نشاط ده بالعكس ده في ناس بتنام مثلا وتيجي تخرج اللي معاها خروجة ساعة واحدة بص ينبسته جدا بمليون ساعة لو هو صحي بس مش نايم كويس وما ينبستوش في الساعات الكتيرة وينبستو بالساعة الواحدة بس فالشطارة في الأجازات أنك تقدر تحدد أنت محتاج إيه وما تبقاش طماع الحتة اللي كنت حاجة تسأل فيها في ناس مثلا مبسطت قوي في الأجازة خدت أسبوع مبسطت جدا فمش عايزة ترجع الشغل فنقول لهم لأ خدوا بالكم في ملايين غيرك يتمنوا الشغل فأقول دايما اللهم دمها نعمة وحفظة من الزوال احمد ربنا أن أنت عندك وظيفة أو عمل فأنت خدت أسبوع مبسطت فيه جدا ده هيتعاد تاني الدنيا ما طارتش لكن هو في النقطة دي هو بيبقى محتاج تأهيل نفسي للرجوة يعني هو زي ما أنت قلت في البداية ويكون فيه ضغوطات كتيرة في الشغل وبيقى فيه توتر وغالبية الشغل كده بالمناسبة عشان برضو نكون ايه وقعين يعني بيكون فيه ضغط في الشغل وبيكون فيه أوامر وبيكون فيه حاجات تفاصيل كتير قوي فإحنا ما بنسد أن احنا ناخد الأجازة دي ليه عشان نرتاح فهي الناس ارتاحت أسبوع وخلاص يعني خدوا كفايتهم من الراحة لكن بيفكروا في العودة اللي عمل مرة أخر طارده محتاج أعمل إيه عشان أستعيد نشاطي مرة تانية عشان أقدر أرجع أعمل اللي كنت بعمله قبل بس هو مش محتاج يعمل حاجة لو هو مبسط بجد لو هو مبسط بجد هو أوتوماتيك استعاد نشاطه النفسي حاجة واحدة بس اللي هتفرق معاه دي طبيعية جدا وما تقلقش موضوع النوم يعني إنه هو في أول أو أول يوم أول يومين أو تلاتة كده بعد العودة من الأجاز عشان هو الناس اللي متعودة تصهر أو كانت بتخرج بالليل أو كده زي مثلا لما بنطلع من شهر رمضان يبقى فيه لخبطة منهم مقلقش على نفسي بقى وروح أجري أخد منوم ولا أخد مهد والحاجات دي طبعا كله غلط لإنه طبيعي إنه هيحصل له كده في الأول لإنه جسمه بيبدأ يتعود على النظام الجديد أول كام يوم وبعدين هيرجع طبيعي أهم حاجة إن أنا وانا زي ما أنا كنت عارف قيمة الأجازة فانبسطت بيها أو شفت الحاجات الحلوة اللي في الموضوع فقدرت استمتع بيها لازم قبلها كده قبل ما الأجازة هتخلص بيهم ولا حاجة أقول لنفسي قيمة الشغل أفكر نفسي بالنقطة اللي قلت لحضرتك عليها بقيمة الشغل وأقول اللهم دي ما هنعم وحفظها من الزوال في غير كتير يتمنوا ربع المرتب ربع الوظيفة في غير كتير زهقانين من قتر الفراغ إنه هم ما عندهمش شغل فلما أنت بتخاطب نفسك الخطاب الروحاني بأهمية النعم دي بيفرق جمد جدا في استعادة طقطك ما تبقاش طمع بقى دايما نقول لهم بلاش طمع خدنا ما هو أنت لو أنت خدت أسبوع هتبقى عايز أسبوعين وخدت شهر هتبقى عايز شهرين يعني لو أنت مش حاسس إيه مثل النعم وبعدين مش آخر أجازة ما هو أنت بتيجي الأجازات دورية وبعدين أنت عندك أجازة كل جمعة برضو دي برضو الكلام اللي احنا قلنا النهاردة نقدر نستفيد بيه في أجازة كل جمعة إزاي أعمل لنفسي متعة في يوم الجمعة حاجة تبسطني تهون علي شوي أن أنا هنزل جزء حتى من السلبي عشان أقدر أكمل الأسبوع اللي بعد حاجات مهمة أو